السلام عليكم في هذا الفيديو ان شاء الله رح نحلكم تمارين صفحة 80 ومن بعد نحلكم تمارين صفحة 81 لأنه الفيديو رح يكون طويل جدا لأنه تمارين صفحة 81 طويلة تأخذ وقت إذن هذا الفيديو رح يكون فيه تمارين صفحة 80 والفيديو القادم إن شاء الله رح يكون تمارين صفحة 81 إذن I read text 1 and complete the bibliographical notes in my copybook كما كنت شوفو هنا عدنا نص حول Gaza refugee child's dream غزة اللي هي غزة refugee لاجئ child's dream هو حلم طفل إذن حلم طفل لاجئ من غزة ولا في غزة إذن هنا عدنا النص اللي رحين تقرأوا أنا كاين بزاف لي قالوا لي ما تزيدش تقرأينا النص نعرف ونقرأ وحدنا بهذا الطريقة إذن أنا مش هزيد نقرأ النص أوكي مش هزيد نقرأ النص لأنه مجموعة طلبت أني مزيش نقرأ النص تعرفوا تقرأه وحدكم إذن أقرأوا النص وحدكم وأخدموا البابليوغرافيكو النوت اللي هي task 1 and task 2 أوكي أنا لك الأسلوب اللي احنا اعتمدوا أنني نمدلكم الحلول ولكن بطريقة أني كيكون كاين صحيح أو خطأ for example نمدلكم وين رهي صحيح وين رهي الخطأ والخطأ أنتم ما تصحوه وحدكم هكذا رحين تعتمدوا على رواحكم أوكي إذن النص رح يكون حول فتاة لاجئة معلومات شخصية انتحة رحين تلقوها في الفقرة الأولى ومن بعد عندنا الحلم انتحة وش كانت الحلم انتحة كي كانت صغيرة وكي كبرت إلى غير ذلك وشنه هو الهدف انتحة أنها تكتب لأنها تحب الكتابة والهوايات انتحة كامل رحين تشوفوها إلى غير ذلك So we have bibliographical notes رحين نستع نخرجو title, author, source date of publication type of document blog article, press article or web article article عفوا So the bibliographical notes غازة رفيجي رفيجي قتلكم هو اللاجئ غازة رفيجي child's dream the author is Yara Judah the source هنا عدنا www.palestinechronicle.com date of publication 20th December 2015 or December 20th 2015 type of document it is a press article لأنه هنا مقال صحفي أخذ من جريدة إذن it is a press article task 2 I read the text again and answer the following questions answer by true or false then correct the false statements إذن هنا وشحين نديروا رحين نجاوبوا بصحيح أو خطأ أنا هنا بيم فيكم الصحيح والخطأ وأنتم رحين تتحوا الأخطاء الجمل اللي كانت خاطئة وحدكم وذلك تحت طلباتكم أوكي باش تعتمدوا على أسلوبكم الخاص إذن يارا جودا lives in Ashton يارا جودا lives in Ashton إذن هنا فولز يارا جودا وين تسكن عفوا yes she is a Palestinian refugee from the West Bank she is a Palestinian refugee from the West Bank هي لاجئة فلسطينية من the West Bank إذن هنا خطأ حوسوا لها منين هي she is a teenager هي مرهقة إذن true writing is her favorite hobby because she thinks it's fun الكتابة هي هوايتها المفضلة لأنها تظن أنها تكتب من أجل المرح إذن هنا فولز نعم writing هو هوايتها من هوايتها المفضلة ولكن ما هو سبب الكتابة هنا خطأ تعاودوا تسحوا she is a high school student she is a high school student هي تلميذة بالثانوي إذن true صحيح هي تلميذة بالثانوي هذه المعلومات كامل رح يتلقاهم في النص وأثناء التسحيح أيضا الأخطاء كي تسحوها تلقاوها في النص فقط هنا ركزوا دايما يكون عندكم نوع من هذا التمارين تقرأوا النص بحذر وتشوفوا وش كاين قبله وش كاين بعده إذن الـ bibliographical notes هاي لكم the title the author the source the date of publication and type of document أوكي والتاسك 2 كان عدنا force force true force and true three force statements and two true statements أوكي الفورز تسحوهم من خلال القراءة اللي رايحين تقرأوها عن هذا النص إذن كان هذا الفيديو خاص بصفحة 80 نتلقوا في الفيديو القادم إن شاء الله لحيكون حلول صفحة 81 أترككم في رعاية الله وحفظه